بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك وده كترة ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا ذكرتوا المحاضرة اللي فاتت هنتكلم في الفيديو ده ان شاء الله عن المحاضرة التانية عندنا في الفيسيولوجي بس انا حابب بفكرك احنا خدنا ايه في الفيديوهين اللي فاته خدنا في الفيديوهين اللي فاته introduction وكانت مقدمة سريعة كده عن الاناتومي والهيستولوجي بتاع القلم قلنا حاجات هتفيدنا في شغلنا في الفيسيولوجي بعد كده بدأنا نتكلم على الخواص بتاعة القلب او الخواص بتاعة عضلة القلب عضلة القلب دي لها خواص قلنا خواص عضلة القلب رقم واحد عندنا كدرة عضلة القلب ان هي تطلع النبضة الكهربية بتاعتها ذاتيا من نفسها بعد كده بيحصل عندنا انتقال للنبضة الكهربية دهيت بدأ بنسميه الconductivity وعرفنا ان احنا عندنا حاجة بنسميها الconductive system جهاز جوه القلب عضلات معينة مصل فيبرز معينة جوه القلب هي المسؤولة عن نقل الاشارة الكهربية داخل العضلة بتاعت القلب بعد كده قلنا استجابة عضلة القلب للكهربا دي دي بنسميها استجابة عضلة القلب ان هي تنقبض ده بنسميه كونتراكتلتي فدول كانوا الاربعة كاراكترز بتاعت عضلة القلب هنتكلم ان شاء الله في المحاضرة التانية عندنا عن تاني تو كاراكترز عندنا للقلب وهما الاكزايتابيليتي وي الكنتراكتلتي نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة الاكزايتابيليتي زي ما احنا اتفقنا هي ايه هي قدرة القلب ان هو يستجيب للاشارة الكهربية زي ابيليتي وزي كاردياك مصل العضلة بتاعت القلب انها تستجيب لمؤثر طيب من هو المؤثر يا دكتور اللي العضلة بتاعت القلب هتستجيب له فاكر لما احنا قلنا هي اللي بتطلح النبضة الكهربية وده كان شكل الاكشن بوتينشل بتاعها كانت بتتكون من بري بوتينشل وبعد كده دي بولورايزيشن وري بولورايزيشن وعرفنا الايونيك بيز بيتكون الحاجات ديت ازاي جميل النبضة الكهربية ده هي بتبدأ ان هي بيحصل لها كوندكشن يعني بيحصل لها توصيل وتروح لي العضلات بتاعت القلب ده هي عشان تبدأ تعمل فيها ايه تعمل فيها اكزايتيشن خلاص فده بنسميه جميل فالنقطة الاولينية عندك بيقولك ان الخلية ده هي لما بيحصل لها اكزايتيشن تبدأ ان هي تنشط او تعمل اكزايتيشن للخلية اللي جنبها وهكذا لغاية ما عضلات القلب كلها تتنشط وتنقبط كوحدة واحدة وطبعا الموضوع ده بيحصل يعني ايه يعني في الحال يعني اول ما واحدة تتنشط بتلاقي كله تنشط معها على طول عشان القلب ينقبط كوحدة واحدة وخدنا برضو ان المسؤول عن مرور الاشارة الكهربية من خلية الى اخرى داخل القلب كان حاجة بنسميها ايه كنا بنسميها الجاب جونكشن اللي كانت بتبقى موجودة في الانتركاليتد ديسكس دي بتبقى مسؤولة عن نقل الاشارة الكهربية اللي هي بيني وبينك بتبقى عبارة عن ايه عبارة عن ايونات وبتسري خلال الخلايا جميلة بديها النقطة الاول طيب النقطة التانية بقول لك ان احنا عندنا الكاردياك مصلز بتنقصب على حسب استجابتها او على حسب بتاعها لنوعين اتنين نوع بنسميه سلو يعني بطيق ونوع تاني بنسميه فاست يعني سريع يعني مجموعة من الخلايا العضلية استجابتها بتبقى استجابة بطيقة ومجموعة تانية الاستجابتها الاستجابة بتاعتها بتبقى استجابة سريعة طب مين هما الاستجابتهم بطيقة طيب مين هما الاستجابة بتاعتهم سريعة عندنا طيب شكل الاستجابة بتاعت كل واحدة في ان اتفقنا استجابة دي ان هو الخلايا تعمل دي الاستجابة بتاعتها فالس اي نود والأي نود زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت برضو كلام مش جديد عليك ان هي الاكشن بتاعتها بيبقى بالشكل ده وكده حاجة وبعد كده واتفقنا ان النوع اللي بستجيب فاست سريعا ده زي الاي اللي هو والفنتريكولر ايه مسلس ويه البلمونري او دي بتبقى الشكل بتاعها شكل الاكشن بتنشيل بتاعها خلاص انا عرف ان شاء الله النهاردة بقى ازاي الاكشن بتنشيل ده هو تتكون احنا عرفنا المرة اللي فاتت ازاي الاكشن بتنشيل بتاع الاستي انود تتكون نعرف النهاردة ان شاء الله داكوا منزلي جامل طيب هijuana 분 etti كده الله ده هو Episode ده �لو اللي هو بتاع الاكشن بتاع Nest new لو مع كوه بطيئ لان هو بيتكون من من الكالسيوم فكلما كونا قول دخول الكالسيوم عن طريق كالسيوم channels فدخول الكالسيوم ده هو بيبقى بطيء فاحنا سميناه النوع البطيق ده النوع السلو طيب الاتريا والفنتيكل سريع عليه لان المسؤول عنها بيبقى الصوديوم خلاص والصوديوم ديقوله سريع بسمناه يا شباب يبقى دية النقطة التانية عندنا وتلاقي عندك في الصورة دية اشكال بتاع كل جزء من اجزاء بتاع من اجزاء الهارت عندنا اول حاجة دية تهياب بتاعة ده ما احنا اتفقنا بيبقى عندنا بعد كده ده الشكل برضو بتاع بعد كده هتلاقي الاشكال بتاعة ايه بتاعة الكاردياك ماصلز وبتاعة البريكنجي فايبرز وبتاعة الاتريا جميل يا شباب تمام طيب عايزين بقى نعرف الشكل دوت التكون ازاي الاكشن بتاعة الاتريا والفينتريكيلز ده ما تتكون ازاي تعال نشوف يا سيدي الاكشن بتنشال اتكون ازاي اتفقنا ان الاكشن بتنشال بيبقى له كزا شكل الشكل بتاعنا هنا هيبقى عاملة ازاي الشكل بتاعنا هيبقى عبارة عن سم عندنا حاجة بنسميها بعد كده تاني بعد كده اتعقدت صح بس الموضوع ابسط من كده بكتين بص يا سيدي اول حاجة عايزك تعرفها الفيز بتاعة اه الفيز بتاعة الاكشن بتنشال دوت كل واحدة منهم بتاخد رقم ايه? لست ارقيمها ايه? وده قلت هلاك المرة اللي فاتت قلت لك ان الفيز بتاعة دي بتاخد زيرو بعدها بتاخد واحد البلايتو بياخد اتنين تاني بياخد تلاتة بياخد اربعة وقلت لك ليه التسمية دي الجاة? لان كل واحدة من دولة او كل فيز من دولة البوتاسيام بيشتغل فيها فاول فيز اشتغل فيها البوتاسيام كتواحد وهكذا لغاية ما توصل لفيز اربعة الفيز اللي البوتاسيام مشتغلش بيها بتاخد زيرو فده كده اول حاجة عايزك تعرفها الفيز ويترقيم كل واحدة فيه بعد كده قلنا عايزين نعرف التسمية اول فيز عندنا بنسميها رابط دي بولاريزيش او اظن انت عارف يعني ايه دي بولاريزيش في حالة بيبقى عندنا بره وجوه لو حصل عندنا تبديل بقى جوه بوزوتيف وبره نيجاتيف فده بنسمي ايه بنسميه دي بولاريزيش هو ده بتاع الخلية اللي حصل خلاص جميل فده بنسميها رابط يعني سريع دي بولاريزيش او بنسميها الابستروك فيز جميل ده التسمية بتاعت اول واحدة طيب عايزين نعرف ايه الايونيك بيز بتاع بيز زيرو دهيه قالك الايونيك بيز بتاعها هو دخول السوديوم السوديوم انفلوكس عن طريق او قنوات بنسميها الولتج جيتد سوديوم تشانلز يبقى دي ايه بوزطف سوديوم ليه لان احنا عايزين نداخل الخلية بقى موجب فبنعمل ايه بندخل للخلية الايون الموجب اللي احنا هندخله الخلية هيكون مين هيكون السوديوم فتعرف لي ان هو السوديوم تعرف لي ان هو بيدخل عن طريق تشانلز بنسميها الولتج جيتد سوديوم تشانلز يعني ايه يعني او قنوات للسوديوم بتفتح عن طريق الكهرباء فا اول ما الكهرباء بتاعة الاس اي نوت اللي هو هيبقى اللي هو المسير يوصل للعضلات او يوصل للخلايا العضلية يبدأ ان هو يعمل ايه يعمل عندنا ان هو بيفتح بتاعة السوديوم دهيت وتبدأ الايونيك بتاعة السوديوم تدخل جوه الخلية بيحصل عندك في زيرو اللي هي الرابط دي بولاريزيش. قالك الممبرين بتاعك بيطلع من قيمة بتبقى سالب تسعين سالب تسعين يعني ايه يعني فرق الجهد ما بين خارج وداخل الخلية تسعين وجوه الخلية سالب يطلع يوصل لكام يطلع يوصل لي بوزة في عشرين ميلي يبقى الحاجة ده عايزك تعرف تعرف لي الرقم بتاع الفيز تعرف لي الاسم بتاعها تعرف لي الايون المسؤول عنها واللي تشانل اللي الايون دخل منها وبعد كده هتقول لي الفيز ديت انتقلت من كام لكام دي من سالب تسعين لي بوزة في مية وعشرين بعد كده عندنا فيز واحد اللي احنا بنسميها بنشال يعني بيحاول يعود يعود لحالة تانيا هي حاله الاستقطاب تاني يعني في البداية لان احنا هنشوف دلوقتي وهن بيحصل في الاخر خلاص طيب ايه المسؤول عنه وقول لك بسم الله الرحمن الرحيم كده اول حاجة تقفل لي اللي تشانل اللي كانت مسئولة عن الفيزر اللي قبلها مين الي كان مسئولة عن الفيزر قبلها اللي هي السود يوم 地شانل زي اللي Why don't you get itpt в اول حاجة تقفلها لي يبقى انتقل نعمل closure. نقفل. بعد كده نبدأ نتكلم بقى. نبدأ نتكلم عن الايون الاساسي اللي مسؤول. مين هو هنا بقى هيبقى البوتاسيوم. بوتاسيوم افلاكس. يبدأ يخرج عندنا بوتاسيوم خارج الخلية. وده شيء منطقي. احنا دلوقتي الخلية هنا في اخر كان جوه موجب وبره سالب. عشان نرجع لحالة الاستقطاب مرة اخرى. فاحنا محتاجين ان احنا نطلع ايونات بره الخلية. مين الايون اللي هيطلع هو ايون البوتاسيوم. تمام يا شباب? يبدأ فيز واحد. تعرف الرقم بتاعها. تعرف الاسم بتاعها. هو فاهمتك الاسم بتاعها جيمين. تعرف الايونيك بيز بتاعتها. جميل? تمام. بعد كده عندنا فيز اتنين وهي البلاتو فيز. كلمة بلاتو يعني فترة كده او فترة زمنية ما بيحصلش فيها تغيير على مستوى الشحنة الكهربية او على مستوى البولاريزيشن بتاع الخلية. طيب. البلاتو ده هي ايه السبب بتاعها? قالك اول حاجة برضه اقفل لي اللي كانت مسؤولة عن الفترة القبلة. مين اللي كانت مسؤولة عن الفترة القبلة? كان البوتاسيوم. فبسم الله الرحمن الرحيم كده اول الحاجة هتدكريز البوتاسيوم برميابلتي. هتقلل لي الخروج بتاع البوتاسيوم. طيب هتقلل لي خروج البوتاسيوم. طيب ما احنا كده برضو لسه يا دكتور في بوتاسيوم. في بوتاسيوم عمال يطلع برضو. فانحنا لو سيبناه هيبدأ برضو. احنا ما قفلناش البوتاسيوم خالص. احنا بس قللنا ايه? احنا طبعا ربنا سبحانه وتعالى قلل خروج البوتاسيوم. خلاص? فالمفروض يبقى فيه عندنا ايون تاني. بيبقى في عكس اتجاه الايون الاولان ده. بيحصل فيه انفلاكس. عشان الطيار الكهرابي اللي بيعمله. يعاكس الطيار الكهرابي بتاع البوتاسيوم. فيحصل عندنا حالة البلاتو. الحالة داية اللي بيحصل فيها استقرار للميمبريم بتاع الخلية. من الايون ده هو? تعيون بقى ايون الكالسيوم. يعني يا شباب? يبقى اول حاجة عندنا ان احنا قللنا البوتاسيوم افلاكس. بعد كده زودنا الكالسيوم انفلاكس. عشان يتكون عندك طيارين كهرابيين. اه الطيار الاولاني ده هو اللي بيعمله الكالسيوم. بيبقى عكس الطيار اللي بيعمله البوتاسيوم افلاكس. فبالتالي يحصل عندك ان الميمبريم بتاع الخلية هيحصل فيه لفترة معينة. ده بنسميه البلاتو. طيب الكالسيوم هي يدخل ويحصل له انفلاكس عن طريق مين? عن طريق اللونج طيب او اللي هو اللونج لاستينج كالسيوم سميه سلو يعني بطيرة. ده تفكرك بمين? اه تفكرني. نرجع كده مع بعض نبتكر. كان عندنا وبعد كده عندنا وليبوريزيشن. الديبوريزيشن كان المسؤول عنه ايه? كان المسؤول عنه الكالسيوم انفلاكس. عن طريق اللونج لاستينج كالسيوم مشيه الكلام بيجيب بعضه يعني. طيب. اه البياتو عندك دهوت بيفضل قد ايه? قالك والله بيعود فترة زمنية من اتنين من مية لتلاتة من مية اللي هم ميتين ميلي ساكن ده عشان لو شفتها في ام سي كيوه هم اللي اتنين نفس الرقمية. طيب. اه الممبريند هوت بيثبت عند قيمة كام? قالك بيثبت عند قيمة صفر ميلي فولت واحيانا بيبقى عند عشرة ميلي فولت. نبقى ده الفيز رقم اتنين اللي هي فيز تو اللي هي بتاعة البلاتون. اتفقنا. تعرف لي الفيز رقمها كام? تعرف لي اسمها وفاهمتك جه منين? بعد كده تعرف لي بتاعة كل واحدة والشانلز المسؤولة ونقطتين كده عن ايه? عن الزمن اللي بتعوده. ويه القيمة بتاعة البولت عندها كان. جميل يا شباب. في حتة كده برضو بقولك ان هو بنسميها البرولونج الديبولاريزيشن لان الخلية بتاعتنا الممبرين بتاعها بيبقى في حالة بس في حالة سابت. هنا كان الديبولاريزيشن بيحصل له ايه? بيطلع لفوق اهو. رص بينما هنا الديبولاريزيشن سابت. رص وانت فاهم ليه سابت? للي ان انت عندك كالسيام داخل وبوتاسيام خارج. الاتنين عكس بعض في الاتجاه. فتساوت الشحنة الكهربية المتولدة من كل واحدة منهم. فعصر عندنا ايه? ان الممبرين بقى سابت. سابت عندك ايه ما عنده صفر او عند عشر. طيب. بعد كده عندنا فيز رقم تلاتة اللي احنا بنسميها رابد ريبولاريزيشن فيز. خلص شكرا يا عم البلاتو. طبعا البلاتو ده ربنا سبحانه وتعالى ما خلقهوش كده بس وخلاص. لا ده اكيد له يعني له قيمة داخل القلب. هنعرفها ان شاء الله كمان شوي. بعد ما البلاتو خلص نبدأ بقى عندنا فيز تلاتة اللي هي الرابد ريبولاريزيشن. نرجع بقى عايزين نرجع لحالة طيب ايه الايون الجبيز بتاعها? قولك قبل ما تتكلم اي كلمة اقفل الاول اعكس الدور اللي كان الايون في الفيزي اللي قبله بيعمله. يعني الايون هنا كان بيعمل ايه اللي هو الكالسيوم? كان بيحصل فيه انفلاكس. فبسم الله الرحمن الرحيم كده اقفل للاول الكالسيوم تشانلز دايه. قفلناها. بعد كده نبدأ نتكلم. نتكلم في ايه? نتكلم ان انت بقى تزود انكريز البوتاسيوم افلاكس. خلاص? مش احنا كنا مقللين هنا البوتاسيوم افلاكس. فاحنا نبدأ اه الخلية هنا تزود البوتاسيوم افلاكس يطلع لبره. عشان نصل لحالة اللي هي هتبقى بقى اللي هي هتبقى اربعة وريستورينج او ريستوريشن نرجع بقى لحالة اللي بشتغل هنا مين بشتغل هنا حاجة بنسميها مضخات كده هوت المضخات دهيت مش مكتوبة عندك بستعرفة ان هي بتطلع عندك بره تلاتة صوديوم وتدخل جوه اتنين بوتاسيوم تبدأ تعيد توزيع الايونات تاني فالمحصيلة عندك ان بيبقى بره بوزوتيف شوحنة بوزوتيف زيادة بره تلاقي عندك ان رجع تاني بقى بره بوزوتيف وجوه نجد. تمام يا بشر دول كده الايه دول كده الخامسة فيزيس بتوع ال اكشن بوتينشال في الفاست ريسبونس اكشن اللي هما مين? الايتريا والفينتريكل والبركينجي فيبرز. بعد كده عندنا نقطة تانية نقطة بنسميها الريليشن بتوين الاكشن بوتينشال اند ميكانيكال ريسبونس ان كاردياك موصل. بص يا بيه. الفايدة كلها بتاعت الكهرابة اللي جاية دهيت ان القلب يستجيب لها عشان يحصل عندنا كونتراكشن. والكونتراكشن بتاع القلب عبارة عن ايه? او الريسبونس بتاع القلب. الريسبونس اللي هو الاستجابة بتاع القلب عبارة عن كونتراكشن وريلاكسيشن. كونتراكشن يعني انقباض. ريلاكسيشن يعني انبساط. كونتراكشن يعني سيستول. ريلاكسيشن يعني دايستول. او سيستولي ودياستولي. دي الاستجابة بتاعة القلب. فالنقطة الاولية بيقولك ايه? بيقولك لو انت عندك مصباح كهربي فهل يا ترى المصباح الكهربي بينور الاول بعد كده الكهربة Fine ولا كهربةChild الاول بعد كده المصباح الكهربي ينوardı لا الكهربته تيجي الاول بعد كده المصباح الكهرب ينوّر Logik صح لا جميل القلب نفس حكاية بالظبط القلب كهربته تيجي الاول الكهربة تبدأ الاول في القلب بعد كده عضلات اب kills Germany كلام سليم لمسه لي? طيب. ادي اول نقطة. لكن الكونتراكشن افزا كاردياك ماسلز ستارتز فيو ميلي ساكنز افتر دي بولريزيشن فيز. اللي هي فيز زيرو بتاعة الاكشن متنشف. في الزيرو بتاعة الاكشن متنشف. تبدأ الاول بعد كده هيحصل الكونتراكشن بعدها بفيو ميلي ساكنز. كميل ادي النقطة الاولانية. بعد كده نبدأ بقى نبص على الكيرف الجميل ده. الكيرف ده في ايه? الكيرف ده ممثل عندك الكونتراكشن بتاع القلب. وبعد كده الريلاكسيشن بتاعي القلب. وممثل عندك كمان ايه? ممثل كمان عندك الاكشن متنشل بتاع الكاردياك مصير فايبرز. اده الدي بولوريزيشن. بعد كده الانيشن ري بولوريزيشن. وده البلاتو. بعد كده الري بولوريزيشن تاني هوت. وفي الاخر نوصل للريستنج من بريموتنشن. فبقولك ايه? يعني انظر. ولاحظ. ايه الودي? انظر ولاحظ بص عندك كثير. اول حاجة عندنا هتلاقي عندك ان في نهاية البلاتو. في نهاية البلاتو. وممكن نبص عليها على الرسمة دي احسن. ان في نهاية البلاتو. اده البلاتو هوت. كان عندك الكونتراكشن بتاع القلب وصل للمكسوم. دي رقم واحد. جميل. قالك ان الريلاكسيشن نص الريلاكسيشن بيبقى قبل مين? قبل الرابط يعني بيحصل في الرابط ريبولرائيزيشن فيس. وبقية الريلاكسيشن بيحصل مع مين بيحصل مع فترة اللي هي فيز زيرو. جميل. يبقى عندنا اول حاجة الديبولرائيزيشن بيحصل هوت? فيحصل معه انتفقنا ان الديبولرائيزيشن ده هوت هي هي النبضة الكهربية اللي هتروح تسير القلب ويتخليه يحصل فيه انقباط. طب الكونتراكشن بيقعد قد ايه? بيقعد فترة وفترة ما احنا اتفقنا ان البلاتو ده هي عبارة عن صحة او لا اه? ماشي? بس سابت فاحنا سمينا بلاتو. فده الكونتراكشن. يبقى اهو قالك هوات اللي هو الانقباض بيصل للمكسيموم اقصى حاجة عند الفيز اتنين اللي هي البلاتو. بيحصل اللي هي في ستلاتة وبيفضل اه او ازا اللي هو باقي الدياسطول بقى بيبقى اللي هي وجبناها من الرسم. ده هي نص الديبلوريزيشن حصل. نص الدياسطول حصل في الرابط وعندنا باقي الدياسطول حصل عندك في فيز زيرو اللي هي نسخل على النقطة تانية هو هي نقطة معنى الكلام دوت ايه? بص يا سي. احنا بيحصل عندنا واتفقنا ان هو استجابة العضلة عندنا للمسير اللي هو القرابة اللي طلعه من الاس اينو. جميل. قال لك ديورنج الاكشن بوتينشال الاكزايتابيريتي بتباصس بتمر بمرحلتين اتنين. يعني استجابة. استجابة العضلة ليه? الكهرباء بتمر بمرحلتين اتنين. المرحلة الاولى بنسميها الابسولوت ريبراكتوري بيريود. مرحلة تانية بنسميها ريلاتيف ريبراكتوري بيريود. يعني ايه الكلام ده اقول لك دلوقتي. بص يا سي. والعضلة تنقبض. والعضلة بيحصل لها انقباض. لا يمكن لا يمكن. ييجي مؤسر من بره منه. ويعمل للعضلة. العضلة مش هتستجيب له نهائيا. تاني. في الطبيعي. في الطبيعي. ان العضلة او ان المسير بتاعت القلب لما بيجي لها بتستجيب له. ده في الطبيعي. طب لو حصل لها لو هي في حالة فمهما يجي لها مؤسر علشان يعمل لها فهي مش هتستجيب لي. فده بنسميها الابسولوت ريبراكتوري بيريود. مفيش استجابة. مهما كان اللي جاي علشان يصير الايه? الفايبرز بتاعت القلب ده. قال لك. ليه الابسولوت ريبراكتوري بيريود هي كبيرة اوي كده هوت? قال لك بسبب البلاتو فيز تهوت. لما احنا قلنا ان البلاتو فيز بيفضل فترة. الفترة ديت من اتنين من عشر لتلاتة من عشر ثانية. هي ديت الفترة اللي طولت عندك الابسولوت ريبراكتوري بيريود. قال لك اه اه ات اوكيبايز والسيستول ان دي ايرلي بارت او زيستول. يعني ايه? يعني بتاخد كل السيستول واول جزء من الدياستول. المنطقة دي كلها كده. بتبقى بنسميها الابسولوت ريبراكتوري بيريود. اي استيمولا سييجي عشان يحفز العضلة مش ريت حافز. بصي لع الرسمة دي برضو هي دي عندك ايه? الابسولوت ريبراكتوري بيريود. بتاخد وحتة صغيرة كده من ايه? من الريلاكسيشن. طويلة كده ليه? علشان البلاتو بتاعك خدت فترة زمانية هو ده اللي زود ايه? الابسولوت ريبراكتوري بيريود. طيب. التفسير بتاعها مش موجود عندك. بس انا ممكن اقوله لك واخده مني وبعد كده رميه. بصي تفسيرها ايه? تفسيرها ان لما حصل عندنا كان اللي هي القنوات بتاعت السوديوم كانت مفتوحة وشغالة. خلاص? بعد ما حصل عندنا بقى خلاص السوديوم بتتعب. عرفيا بتتعب. ما بتقدرش تشتغل. تبدأ تشتغل فين بقى? تبدأ تشتغل بعد ما البلاتو يخلص خالص ديجين هو كده. يبدأ شوية منهم صغيرين يشتغل. فطول ما هي مش شغالة طول ما السوديوم مش شغالة طول ما اي ستيمولاس هيجي للقلب مش هيقدر ان هو يستسير العضلات. فيهمت الحتة دي جات منين? جميلها. طيب. عشان بعد كده هناخد دلوقتي يحتة بنسميها. الابسوليوت الابسوليوت بترج genes for a فممكن لو استيمولاس قوي قوي يبدأ ان هو يثير شوية ايونات او شوية بتوع الصوديوم اللي فتحه يبقى احنا كده خلصنا وفهمتك الفترة دي بتتكون ليه وقلنا برضو دي فترة بتحتاج الاستيمولاس يبقى قوي شوية عشان يبدأ ان هو يعني يعمل قال لك دي بتبقى الفترة سغيرة دي تبقى الفترة زغيرة دا 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 ماشي دي الفترة بتاعت جميل قال لك دي ايه برضو او بتبقى اه فين دي بتبقى في الفيز تلاتة او اللي هو الباقية بتاعت فيز تلاتة دي فيز تلاتة دي كانت فيز واحد دي فيز اتنين وده فيز تلاتة حتة منها كانت موجودة في وحتة منها موجودة عندنا في جميل قال لك زا ريميندر او فيز تلاتة قبل ما يوصل بقى عندنا ليه قبل ما نوصل للمنطقة بتاعت ومن يا شباب يبقى دي ايه الابسولوت رفلكتوري بيريود والريلاتيب رفلكتوري بيريود طب ايه بقى هي اهمية الابسولوت رفلكتوري بيريود دايات تعالى نشوف قال لك بتاع اللونج ابسولوت رفلكتور بيريود رقم واحد ان القلبة ميحصلش فيه حاجة بنسميها تيتينس يعني ايه تيتينس يعني القلب يحصل فيه بدون ما يحصل فيه sz 나타� Earlier أيوة طب برضو يعني ايه اهمية ال lean relaxation في القلب ولا ولك لا دا prelaxation في القلب مهم زي وزي contraction بالزبط اهمية relaxation ان رقم واحد القلب بيريح يعني بيحصل فيه relaxation بياخد راحته شوية عن contraction بياخد يعني ويملى يحصل ده هيا بتملى اساسا بتملى اسناء فترة الراحة بتاعة القلب. هلو? فبالتالي ده اهمية فتخيل كده لو ما كانش فيه لو كان اي ممكن يجي ويحفز العضل ان هو التاني يبقى ماشي? وهكزا بقى بيحصل فيها حاجة بنسميها التيتانس. بس الحمدلله ان موجودة فبالتالي ما بيحصلش التيتانس دهوت وبرضه القلب بيلاقي الوقت الكافي ان يعمل فيه ريح فيه شوية وميحصلش فيه فتيج القلب ما يجهدش. يا من يشباب? ده كده ايه? دي كده كانت وان شاء الله الفيديو بجاية نكمل فيه الكوندكتيفتي وباقي المحاضر. موسيقى 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 موسيقى